السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين قناة سارة انجليش في هذا الفيديو هذا اللي غادي نصحح فيه هو واحد الامتحان التجريبي اللي هو الامتحان التجريبي الاول في نهار 27 في شهر اسطى لانك انت قلت لكم ان 27 28 نتعود وعشرين غد نهارت هاد وغد نقلح فيهم امتحانة تجريبية يعني انتقوم ثلاثة امتحانة تجريبية مع ثلاثة من نورة الغضاء علاش مع ثلاثة بالضبط مشيش هي وقت واحد اخر انكم في الوطني فش غادي جي المتحان الوطني غادي دوزوا اللغة الانجليزية مع ثلاثة يعني مشي شي وقت اخر في الصباح ولا غادي دوزوها مع ثلاثة ذاك شي علاش انا بغيتكم باش تعودوا على هاد الوقت انكم يلا كتغدا ويلا بززف تلحوي جوصة هدو كده تعودوا على تخدموا امتحانة اللغة الانجليزية في هاد الوقت اذا نبدأ هو اللي هو البنص ديالنا we are all equal is a club يعني واحد كلوب اسمتو we are all equal احنا كاملين متساويين made to mix different cultures in order to eliminate racism and call for tolerance between people from different races يعني هذا واحد كلوب اللي يدار باش انه يميكسي لنا يدمج لنا بزاف ديال لكالتوغ من اجل انه يحد لنا من racism and call for tolerance ويطالب ايضا بتسامح ما بين الناس من اعراق متعددة مختلفة so the club asks its members to speak about their opinion on racism يعني هاد الكلوب دار بحلقة لتواحد الانترفيو دوا مع المون بغا ديالو مع الاعضاء ديالو اللي كان في الجروب باش يدويب على الاراء ديالهم على racism so I go to school which is full of mixed cultures كامشي الواحد بناصة اللي هي عامرة بزاف ديال لكالجيوغ everyone is equal and the teachers are not racist كل شي زيما كل واحد equal متساوي والاساتيدة مشي racist مشي عنصريين white and black children come to the school alike يعني ليل بشرة ديالتو بيضاء وليل بشرة ديالتو سوداء كامل هم كيجيو اللي مدرسة متساويين بحال بحال هي alike I am white يعني انا بيض انا ابيض and I am proud to say I have many friends from many different cultures وانا يا فرحان والبراود هي مفتخر بنفسي انني نقول انه عندي بزاف ديالاصدقاء من الكالجيوغ مختلفين يعني هاد الهدرة هادي قلها جيمز عنده 12 سنة من بمينغام I feel quite a lot of racism is due to it not being taught in schools enough يعني انا كنحس باللي راه هادك بزاف نتاع للرأسزم نتاع هاد العنصر يلي كينا هو السبب ديالها هو انها ما تقردش في مدرسة بشكل كافي not only should there be more mixed schools يعني ما خاص يكون زعماء غير بزاف نتاع المدارس اللي هما يا ميكسد مختلطين في الكالجيوغ but it should also be taught to white as well as other ethnic groups يعني خاص هادك رايسيزم خاصو يتعلم يعني للناس انه ما خاصو مش يكونوا رايسيست خاصو يتعلم الناس اللي هما بويد as well as وحتى الناس اللي من دي جروب عرقية وحدين اخرين if this was to happen إلا كان هادشي غادي يوقع ولو قع مثلا هو انهم يقرروا قد ينتر رايسيزم وكذا في المدارس إلا وقع هادشي هذا children can be taught يقدروا انهم الأطفال يقدروا يتعلموا في واحد early age في واحد العمر بقي صغار زي ما not to be racist باش انهم ميكونوش عنصوريين and this would prevent a lot of racism going on in our country today وهادشي غادي حدو غادي يمنع من بزاف نتاع الرايسيزم اللي كتقع دابا في هاد الكانتري في الدولة دابا في هاد الأيام زي ما today كيلي هاده درقلتها كيلي 14 years old من غيل فورد people think that racism only exist from white people to black or Asian يعني الناس كيفكروا لكي أعتقدوا أن العنصرية كينا غير من النس البيضين للنس اللي هما ماشي بيضين أولا Asian but it works both ways ولكن هاد الهضراء هادي كان يعني ديك الرايسيزم راك تتخدم من جوش للإجواء يعني بيضين كي كيديروا ريسيزم كيديروا ريسيزم للناس الأخرين اللي ماشي بيضين وأيضا العكس يعني إحتى هما كيتعرضوا للرايسيزم قال لك I live in Eastern a mostly black community يعني ساكم في حد اللقاء اسميها Eastern بزف فيها black community بزف and I happen to be white وهو يوقف هذيك الكميونيتي اللي فيها black people he is white just because there isn't much mixing of cultures doesn't mean that people here are racist يعني غير بش أنهم بش أنه زميل في حد بلصة اللي ما فيهاش بزف ديال اللي كلشو ما كيعنيش أن هذوك الناس راهوما يا racist راهوما عنصورين people say الناس كيقولوا I know a lot of black people وكان عرف بزف انتع الناس اللي هما black I am not racist أنا ماشي racist ماشي عنصوري but just because you know them doesn't mean you aren't غير أنك تعرف هم ما كيعنيش أنك ماشي زماعون sorry you can't look down on anyone because that just makes you seem worse يعني ما ميمكنش لك أنك تحتاقد ونوق دون هي تشوف شي واحد نظر تحتاقر يعني نك تحتاقر أي واحد غير هد شي هذا غير يخلي كتبا اسوأ it's wrong and everyone should be treated right يعني أي واحد خاصو يكون تتعامل بطريقة صحيحة otherwise what is the point يعني ولما كانش هكرك أشنو المغزى زعمة بحلاش أنه المغزى من هذ الحياة إلا ما كناش غادي نتعامل بنفس هذا بنفس طريقة هذا هذا رقالها Andrew he is 12 years old from Bristol I am white living in a mixed cultural community أنا بيض ساكن في واحد البلاسة واحد الجماعة واحد مجتمع اللي فيه بزاف دي الكلت I have lived there and through the riots all my life يعني أنا بقيت ساكن تم ميا وساكن حتى يعني بحل قلتي عاش هذك the riots باقي عقل ترك نخدم هذك الكلمة هذك سراعات اللي كيديروهم ناس blacks لحياة لحياة ديال كله I think the gap between the communities يعني ذاك الفجوة اللي كان بين المجتمعات can be bridged only by non english speaking nationals learning english يعني أنه الحاجة الوحيدة اللي باش هذك الغاب ذاك الفجوة اللي بين هذك المجتمعات اللي من culture ومختلفين يقدر فقط تتحل هذك ال�اب أو يتسد ذاك ال�اب فقط إلا هذك الناس اللي ما كي هذروش بالانجلي يتعلموا اللغة الانجليزية after all لكم بعد كل شي if we if we were to go over we would be forced to adapt to their cultures يعني غدي تحتم علينا انحنا نتأدبط مع الكلشي يجيلهم therefore يعني حتى هما اللي جون هنا خصهم يديرون نفس الحاجة هذي قلتها أنا 15 from Bradford and the last two ones I think we should have more clubs for the different races to mix especially for the young people we are the adults of the future يعني I think زعما كي بلي انه خاصنا انديروا بزاف جال لكلب اللي فيهم different races يعني عراق مختلفة to mix باش انهم اتجانسوا مع بعضهم especially for the young people خصوصا للناس اللي هما يشباب we are the adults of the future حنا يهما الناس اللي زادلت متاع the future هادي الهضرقة لها برانان 10 years old from بيرنلي I think a big community center in a neutral area should be built for every culture to use يعني واحد big community مجتمع كبير خاصو انه يتبنى ولي كون سبب البناء جيل انه قاع لك culture غيستعمل هدك المكان يعني ماشي الهنية فيه هادو ولا هنا فيه هادو يعني كل شي المغزم هادو ترى انه كل شي عيش بتساوي في المو مثلا لمشيت انتقاع لش بلا صلي فيها culture ومختلف حتى شي واحد ما يشوف فيك منظرة خيبة لانه حتى وخاها هذيك الكميونيتي ديالتو موسكنين فيها حتى انت عندك الحق انك تسخدمها وتسكن فيها مثلا it would be good if this was also a youth club for people age 16 to 26 years يعني it would be good يعني هتكون شي حاجة مزيانة لكان هاد this هو هاد الكلوب هذا was also a youth club يعني ايضا فيه youth يعني من شباب لي من 16 عام حتى ال 26 سانة هاد هاد رقلها Alex 10 years old from bonley نشوف التمين الأول james doesn't feel comfortable at his school يعني james ما يحس انه مرتاح في مدرسة ديالتو it's false لانه قل لك i'm white and i am proud to have many friends from different cultures number two to avoid racism schools should teach it at an early age يعني باش نجنبوا racism العنصور يوم المداري سخصهم يقريوها بواحد اللاج اللي هو بكري true if this was to happen children could be taught at an early age not to be racist three having black friends means you are not racist يعني انك يكون انتك أصدقاء which are black كان انك ماشي عنصري it's false just because you know them doesn't mean you aren't اذا كان اخد دائما statements جمل او statements من نص لك يخليك تفهم من الجملة لمنهم انه راه هدى الجملة صحيحة ولا خطأ answer the following questions what does the club we are all equal call for يعني call for هو يطالب يعني هدى الكلوب هدى بماذا يطالب اذا tolerance لذا رغي tolerance صحيحة leader tolerance between different cultures صحيح leader the club we are all equal call for مثلا calls for tolerance between all different cultures صحيحة so number two for kelly what brings about racism يعني بالنسبة kelly اشنو لي كيجيب اولا شنو لي كيسبب لنا racism so هي قاتلك it wasn't being taught enough at schools three what is alex taught about a big community يعني شنو صحيحة لقصير فكرة ديالتو ولا رأي ديالتو لا a big community it should be built for every culture to use يعني like a big community should be built for every culture to use complete the following sentences from the text despite of being white i am proud to have many friends from different cultures number two more mixed clubs should be created too يعني بزاف اولا اكتر بزاف ديال كلوب اللي هما مختلفين ميكس يعني ما تشكبش ميكس كتشحتا ميكس يعني فيه بزاف ديال culture وماش غير وحدة should be created مختلط should be created خاصو انه تكري من أجل ماذا is to mix races especially for young people complete the following chart and the expression شكون اللي قال ها مثلا and the name شكون الشخص زما ال expression اللي تقالت او للفكرة والإسم تاع الشخص اللي قال راسيزم isn't caused only by white people يعني راسيزم ما كيدرش ولا ما كيدسببش فقط من طرف الناس اللي هما يبوض بيض إذن هاد الهدرة قال ها Andrew number two there is no racial discrimination in his ولا her school يعني ما كان حتى ش تمييز عنصري في مدرسة ديالتها ولا مدرسة ديالتها هلا يا it's James there should be more mixed schools يعني خاص يكون بزاف ديال المدارس اللي هما يمختلطين Kelly هي اللي قال هاد الفكرة هاد find in the text words or expressions which means the same as similar to each other يعني كتابه مع بعضهم عندهم نفس الحقوق etc is alike number two underestimate هي look down on underestimate هي تحتقر شي واحد او لا تشوف فيه بنظر نقصة what do the underline words refer to ادنا it it referred to the club لان قال لك the club asks its members إلا بقية قلت which هي the school لأن قال I go to school which is mixed لما عقلش بالضبط على الجملة so language give the correct form of the words between brackets هدنا ignore is almost the same as illiteracy إذا هنا محتاجين يعني ignore جهل بحال بحال الأمية ignorance محتاجين النoun everyone should believe that women are equality to men كل شيء خاص آمن باللي المرأة are equality to men هنا محتاجين adjective equal متساوية مع الرجل fill in the gaps with appropriate words from the list هدنا oppression should stereotypes must have stand for take off which وهو جمعت لكم كل شيء في تم رح so you look very tired although you look tired كتبا عيان I think you go home and relax إذا الجواب صحيح هنا you should go home and relax number two it's time to correct negative about women يعني حالك تجا الوقت باش ان نحن نصح هدوك شي حاجة اللي هي negative حول المرأة ولا على المرأة هي stereotypes stereotypes من نسو هما هدوك الأفكار negative دائما كيكونوا negative على واحد المجموعة معينة من الناس the letters WHO World Health Organization كنظن هدي مخصدش تشكل لكم إشكال نهائيا stand for World Health Organization the woman lives next door is my teacher إذن WHO lives next door put the verbs in brackets in the correct form I see a wonderful movie last night I saw a wonderful movie last night الحاجة اللي خلات نفكر أن أنا غاد ندير simple past هو أن عندي last night last night is time expression in the past فاش كتكون لديكم time expression in the past ندير simple past the plane take off before the weather clear up so the plane had taken off before the weather cleared up هنا شنو اللي خلاني نعرف أنه اللول غاد ندير فيه past perfect والتاني غاد ندير فيه simple past أنه عندي ذاك expression before يعني دائما في أي جملة باش أنك تعرف الفيرب ديالها فاش غاد يتصرف كتقلب على المؤشيرات ممكن أنت ما تفهم الجملة نهائيا ولكن إلا شفتي المؤشير نتع before غتعرف أن الفيرب اللي قبل منه مباشرة راك ندير ه في past perfect عاد هدك اللي من نوره ندير في simple past so join the following sentences with the words and brackets I love English I love mats عدنا غتجمعوها as well as so I love English as well as mats number two أميرة eats healthy food she wants to remain fit إذا غني دير so as two إذا أميرة كتأكل مكلة صحية بغت أنها تبقى رشيقة so عندنا أميرة eats healthy food so as to remain fit عندنا so as to هي purpose وبالتي نشير لواحد القضية نبقى نقولها صراحة في كل الفيديو حتى أتبقى لكم في دمار كم جيد حتى للأسف اللي بقي مع عرش حتى الدروس اللي عند كان بزاف تقول لكم هذا ما كان لدينا purpose C كان عندكم purpose دير لكم في grammar الحاجة الوحيدة لأن أخير بقول لكم هذا شي حاجة داروها لكم في vocabulary بحل phrasal verbs و prefixes و suffixes داروهم لكم في vocabulary علاش لأن لديهم قاعدة معينة كي تعتبروا فقط بحل vocabulary ومفرادات كتعلموهم فقط وهنا functions عود ثاني مشاو الدول لكم concession addition and purpose هزوهم وحطوهم لكم في شنو سميتو حطوهم لكم في grammar في lincoln words لأنهم عندهم قاعدة كل واحد شنو كيتبعوا بحل so as do كيتبعوا infinitive without to etc rewrite the following sentences as suggested amina said I did well in the exam yesterday يعني درت مزيان في المتيحة البارح amina told her friends amina قالت الصديقة تدي لها that she had done well in the exam the previous day إذن هنو اش ندرت الخطوة الأولى حييت هدو quotation marks الخطوة الثانية زدت that الخطوة الثالثة بدلت الpronoun كانت I رديت هات شي لأنه عندي amina said الفرب جالي حتى هو بدلت وكان عندي simple past ولا past perfect in the exam ما كت بدلش yesterday اللي هي time expression بدلت هبت the previous day number two we mustn't throw waste in the streets مخصناش ملوحو الأزبال هي waste in the streets فشوارع so waste mustn't be thrown in the streets match each sentence with the function it expresses and not sentence or function number one as far as I'm concerned teenagers should stop playing free fire يعني كم مخصناش كان أنكم عارفين ها هو ال expression تاع فش كان بغي نعطي ال opinion مدم دويس على opinion غن صحح واحد اللبس مخص يخلقوا بزاف ديال مثلا given opinion and expressing opinion بحال بحال أنك تعطي الرأي ديالك هي given opinion أنك تعبر على الرأي ديالك هي express opinion إذن ما كيلاش تلفوا سو هنا عندي express opinion أو given opinion as far as I'm concerned بحال كما كيبالي أنا كما كنشوف أنا بالنسبة ليا teenagers مراهقين خاصهم يحبسوا من لعب ديك offered a good job يعني تعطي تعطي له وحد تعرضت عليه وحد الخدمة زوينة however he turned it town وخاك أولا بالرغم من ذلك he turned it town أرفضها إذا هنا عندي concession مشي advice بقات ليا الرايتين غادي نخليوها حتى الفيديو واحد آخر لإن غادي تزيد شدنا الوقت غادي نحبس هنا عندنا أولا سأتمنكم باش يكون واحد المصداقية في المتيحان ديالكم وتكون تكون واحد المصداقية في النقطة اللي غادي تجيبو أنكم تجلسو في بيت بحدكم ما تستعنب حتى شي حاجة يعني الرايتين تستعنب ذاك شي اللي بقيت عقلين إليه من الكلمات اللي تستفتوا من هم وانتم ما كتكتبو من هدوك المواضع اللي كان في ذاك البروغرام نتع ستجو إذا عندك جوج ديال لتاسك جوج نتع الرايتين اللولاني على ربعة نقاط تانية لست نقاط هادي غير ذاك اللولاني غير زدتو لكم بعد اختراص كيبغيو يديرو لكم شي حاجة بحال هكا بدا ما يعطوكم وصف شي شخص يديرو لكم واحد المقدمة مهم بحال مثلا كل واحد منا بحال لدي شي واحد كيبليه بحال القدوة شي واحد كيحترمه بزاف في الحياة دياله يقدر يكون نارت يستقدر يكون شي أختي يستقدر يكون شي لعب كرة القدم يقدر يكون شي واحد ملا فامي هو relative or even a teacher ملا حتى أستاذ ملا صديق جيل كل أي واحد describe the person whom you look up to يعني انت غدي توصف هدك شخص اللي انت تحترمه بزاف يعني ما بغي يكون عطاوك هنا ما قالوش لك وصف شي واحد بالضبط انت اللي بغي سيختار ووصف ثانيا هو write an email to your friend telling him about your dream job and why you have chosen يعني عنا تكتب واحد email الصديق ديالك so it is an informal email الصديق ديالك تقول لي على الخدمة العمل ديالك اللي بغيتي تديره لأنهم العمل وعليش اختارتي هدك الخدمة بالضبط هنا email واحد اللي حاجة نطحوها حتى هي كيقول لك بزاف وستدوش كنديرو ديالك لعدات و to و from و لعدغيس و نمارات التليفون والله معانا تقعش نو كل شي no 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 لأنهم أغلب الأوقات كيعطوكم بحاج نتعال email بحال هك وكيدروا لكم النقط أنا مدرت لكم النقط هنا في التحيح ولكن في انتح أنا ردرت لكم النقط في pdf يعني وكيعطوكم النقط واش انت مثلا كتفتح واحد لاب الاب بحاج نتعال email كتطلع لك بحال هك كنت من يبلي لكم مدل email هذا هو الفرق بين الرسالة وال email هو انه email ما كان فيه لا from to لا تكتبها كتكتب email فقط ما خصوصك تكتب حتى شي حاجة اللي كتدل على الشخصية ديالتك ولا تكتب حتى شي يعني ممكن تكتب حتى شي حاجة وتدير to from وتدير شي اسم لا لانا وكي كونو دوك ما عرفت كيف لانا تكتب حتى شي حاجة اللي كتدل على الاسم ديال لانا اصلا اغلب الاوقات كتب وكتكتب فيها وحنا بطبعة الحال فاش كتفتح لنا email ما كان بقوش نخرب هنا في بلاست الميساج ونكتب ونكتب وذلك شي كامل ما كي كونو سو نعطي العجل برا حر ال email سهل ما ضغطة ما زال موجود مش الصراحة ولكن سيوجد لا تكتب صاف وغادي نشرح لكم كيف تطوب email لانا مش شي حاجة صعبة نهائيا وفي غاية تقول كيف انا ما كنت عارف نكتب email ورسال هذا واخر الفيديو كنتمنى انكم تكونوا استفتوا تكونوا اغلبية النقاط حسبوا نقاطكم على 30 خليوا من بعد هذا واخر الفيديو ولا تنسو ضغطوا على لايك ولا تنسو تقولوا لي اجبتوا على 30 يعني لا نحسب ورسال نحسب غير الكمبيانشن واللانجوج ولا تنسو ضغطوا على سبسكريب وتفعيل الجرس لكي يوصلكم فيديوهات جداد لانكم لا تفعيل الجرس ولا تعرف شي فيديوهات باللي نرى لحتهم ومن بعد تسولوني عليهم وسددر لنا فيديو لا هدي ولا هدي وانا دي جراني ديره سوشكرا لكم المشاهدة وانا نلقاء في فيديو آخر ان شاء الله